عمار حمد يا كابتن عادل وأحمد عبدالقادل عندهم يعني ممكن تلقيه عمار تحديدا يعني ممكن يبقى عنده بما أنه من أبناء النادي الأهل بس عمار أقولك حاجة مهمة عليه لأن أنا أعرفته عن قرب ولعبته معايا فترة طويلة لما أول ما جاء من الناصر جاء ابناء جاء قعد معايا فترة طويلة ولعب معايا مباراة كتير على فكرة عمار من أفضل اللعيبة اللي في مصر في الوقت الحالي من حتة الطرف اليمين أو الطرف الشمال أو جوكر كان لعيب جوكر يمكن أنا كنت بشبهه أول ما شفته بمحمد بركات دي حقيقة يعني الشخصية بتاعت عمار نفسها شخصية قوية لما راح للاتحاد في أول إعارة لي لما جي من النادي الأهل وراح في أول مباراة والتانية والتالتة أثبت أنه هو لعيب كبير الحاجة المهمة عمار لو زبط مرة واثنين وثلاثة وركب بلغة الكرة كابتن الإسلام مش هينزل تاني ويبقى لعيب قوي جدا أنه هو من اللعيبة الكويسة ولكن زي ما احنا اتفقنا أنت مش هتبقى وانما نشوف النادي الأهلي ما هيدي مهمة يا كابتن الإسلام لازم يخلي بقى لنا ما فيش لعيب بيبقى وانما نشوف النادي الأهلي لأيامكو أنت كنت فرقة عظيمة بتكسب كل حاجات كل بطلاط وكنت كلكوا لعيبة كويسة محمد شاوف نص اللي بقى لعبه في حسام غالي وفي عماد متعبه في تريكا وفي يعني يعني تيم كورة وبركات وسيد معوض وأحمد فتحة بكرة وعصام الحضر حارس مرمك لأ كنت فرقة قوية ولكن تقدر تقول لي هل واحد فيك وهو كان النجم الشباك لوحده ده كل واحد كان بعمل لعي كل واحد المكومات والشخصيات اللي كان بيقول عليها عادل دي ناقي بتنزل بتبان يعني انت في ناحية الوينجرايت أو الباكرايت عندك تعليمات وعندك اسلوب لعب بيخليك متفوق في الحتة دي تفوق جنب محمد شوقي جنبك أبو تريكا جنبك براكات جنبك الناس دي هم المساعدة كلها أنها تخلي فلافي ومتعب في السماء فوق وأحسن مشروعة عمل اللي هو الإعراض أنتاج لك انتاج غير عادي أنتاج لك عمار حندي أنتاج لك أكرم توفيق عبدالقادر وكم من اللعبة كتير فيه محمد عبدالمنع من برا لسه ممكن يرجع في وقت من الأول أنتاج لك أحمد ياسر أنتاج لك أحمد ياسر وعندك أربعة خمسة دلوقتي في تشيك ده الجديد لا وعندك حاجة والأجمد بقى كابت الإسلام اللي هو إيه أنت بتتكلم في ناحية اقتصادية كرة القدم بقى تصناعة ما فيش حاجة اسمها تستهلك بس أو أنت تبقى مستهلك يعني كقطاع نشي لازم تكسب ما فيه خطين في الأندية الكبيرة فيه خط دلوقتي أنك أنت البطولات مال كويس وبطولات علشان تجيب بطولات لازم يبقى معك مال كويس علشان يبقى معك مال كويس يبقى أنت لازم تستثمر في لعبة الناد الأهلي عندك قوة قوية جدا تحت ممكن تستثمرها أنت تقدر تعمل ملايين الملايين من قطاع النشيين وده بدأ يتعامل الأيام اللي جاية بقى اللي الناس لازم تعرفوا أنك أنت لو طلعت اثنين ثلاثة لعبة من قطاع النشيين لو ترجمتهم مال وفلوس لو اشتريتهم من بره تليم بخمسين ستين مليون جنيه أنت فاهم يبقى أنت هنا بتوفر عشان كده بقولك دايما المفترض أن الناس اللي تبقى تحت أفضل من الناس اللي بيمرنوا فوق وده قضية لازم الناس تبقى فاهمة مش المهم يبقى المدير الفني بتاع الفريل أول مدرب جامد آه ممكن يبقى مدرب جامد ولكن اللي تحت زيه لازم يبقى أجمد منه في الإطار ده